اشتركوا في القناة ويصير في برج الميزان القمر موجود في منزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 2.43 دقيقة من عصر اليوم الأربعاء لينتقل القمر بعدها لمنزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي وبما أن القمر موجود في برج العذرة معناته بتظل طبيعتنا الجادة هي اللي مسيطرة على الوضع منكون جديا أكثر مننتبه لصحتنا ممكن أنه شوي يكون في ممارس التمرين الرياضية أو نتشجع على الحركة أو البدء بحمية وبرضو بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب بنقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك وردة أو شاردة دون تفحصها بنجد أن عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام وبنشعر أن الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد عنفسنا ونتوهم أمراض ما لها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادة سيئة كالتدخين وشرب الكحول بوسع نقتناء حيوان أليف أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا الزاوية البطيئة اللي ما زالت تأثيراتها موجودة وهي زاوية التزديس الإيجابي اللي بين الشمس وبين أورانوس وهاي طبعا مستمر تأثيرها لغاية يوم عشر ثلاث طبعا هاي الزاوية بتعزز قدراتنا الإدارية بتطفي جاذبية على شخصيتنا وبرضو بتعزز قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية ما بين القمر وما بين نبتون وهاي طبعا تأثيراتها من منتصف الليل وبتستمر لغاية ساعات المساء هي زاوية التقابل لما بين القمر ونبتون ذروتها ساعة أربعة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية ما بين القمر وما بين بلوتو وهاي طبعا تأثيراتها أو ذروتها رح تكون ساعة ثنتين وست دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها بتبلش تقريبا من ساعة عشرة ساعة تسعة صباحا وبتستمر لغاية ساعات المساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة وبمنها هاي آخر زاوية للقمر مع كوكب رئيسي معناته بعديها في خلو مسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة ثنتين وست دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش بتوقيت جرينيتش طبعا دوليا انت بتزيد الوقت على حسب البلد قداش بتفرق عن توقيت جرينيتش هاي خلو المسار هو خلو سلبي لا يصلح للبدء بأي عمل جديد وبيستمر خلو المسار لغاية الساعة ثنتين وثلاثة واربعين دقيقة عصرا يعني بمعنى آخر مدته ورابط الأقل من أربعين دقيقة يعني خمسة وتلاتين سبعة وتلاتين دقيقة بس بعدها القمر بنتقل وباستقر في برج الميزان بالنسبة لخلو المسار زي ما دائما بنحكي هاي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بعد انتهاء خلو المسار القمر خلاص بكون انتقل واستقر في برج الميزان الساعة ثنتين وثلاثة واربعين دقيقة عصرا وفي هاي الفترة بنتصير الفترة هاي تحديدا أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيا أكثر من ميلة الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعا عنا من الآن ولغاية ساعات العصر البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، الأعور، القولون، الجهاز الهضمي، الـ 12، المستقيم أجهزة الإحساس مثل العيون والأذنين أما من ساعات ما بعد العصر بصير عنا نقاط الضعف الكلا والحالب والمثانة البولية الأوردة والجلد كعضل اللمس، البنكرياس، الأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية طبعا بالنسبة للعمليات الجراحية ما مننصح بالعمليات الجراحية إلا إذا كانت اضطرارية بالفترة هايب، وخصوصا الأعضاء اللي ذكرناها هايب ما ينعمل لها عمليات جراحية لأنه بتكون نسبة الميوع في الدم عالية جدا وهاي فترة اكتمال القمر يعني مد للسوائل في اكتماليات يعني بتكون طفيفة أو على بعض الحالات ممكن يصير بعض النزف بالنسبة لعمليات التجميل برضو ما مننصح فيها الحقن ممكن ولكن الجراحة لا الحقن في ساعات ما بعد العصر لا لأنه بصير الجلد عضو كعضو لللمس أكثر حساسية فما مننصح فيه نهائيا بالنسبة لهذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن مش بالليزر ولا بالأشياء اللي ممكن يكون لها آثار جانبية على الجلد وخصوصا في ساعات ما بعد العصر هذا اليوم يعني يصلح لقص الشعر التجميلي أو الحنة أما الصبغ برضو ما مننصح فيه وبالنسبة للقص العلاجي فهي الفترة ما بتساعد على نمو الشعر بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الميزان من ساعات العصر معناه تخلو المسار القادم رح يبدأ يوم الجمعة عشر ثلاث بيبدأ فيه تمام الساعة داعش وستة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى الساعة اثناش وخمس دقائق يعني تقريبا برضو تقريبا الثلاثين دقيقة مدته فبنكون دخلنا في يوم السبت اللي هو يعني بعد منتصف ليل الجمعة على السبت لا ينتقل القمر ويستقر في برج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر بيبلش الآن انحصار المكتمل اللي هو أنهينا منتصف شعبان والآن دخلنا بالنصف الثاني فبصير القمر عمره ستعشر يوم الآن وفيه تمام الساعة أربعة وسبعة وثلاثين دقيقة بعد العصر بصير سبعتاشر يوم نسبة الإضاءة بتتناقص لتقريبا خمس وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة هي الآن منتحسة بنسبة خمس وعشرين في المية ولكن في ساعة الصباح بتصير سعيدة بنسبة عشر في المية القمر في العذراء بدي ينتقل للميزان ورح يظل في الميزان لأول ساعات من بعد منتصف الليل أول دقائق من يوم حداش ثلاثة منتحس الآن بنسبة عشر في المية في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة أربعين في المية ساعات العصر بصير منتحس بنسبة عشر في المية ولكن في ساعات المساء بترجع نسبة النحوس إلى أربعين في المية عطارد في الحوت حتى يوم تسعتاش ثلاثة هو الآن منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية ولكن في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة عشر في المية أما في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الحمل حتى يوم ستعاش ثلاثة سعيد بنسبة سبعين في المية المريخ في الجوزة حتى يوم خمس وعشرين ثلاثة هو الآن منتحس بنسبة عشر في المية ولكن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل حتى يوم 16.05 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17.06 سعيد بنسبة 15% وأورانوس في الثور حتى يوم 29.08 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 30.06 سعيد بنسبة 15% وأيضا بلوتو في الجدي حتى يوم 23.03 سعيد بنسبة 15% توصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر من الآن ولغاية ساعة العصر بظل موجود في البيت السادس هو بدأ في مراحل المقابل الآن فعشان هيك برضو اليوم بيتراكم العمل أكثر من المعتاد وممكن أنكم شوية تشعروا أنكم مش حابين أنه تذهبوا للدوام أو تتغيبوا تجدوا صعوبة في إنجاز بعض الأعمال المطلوبة منكم بتكونوا تنتبهوا وتركزوا بشكل جيد عشان ما تسلموا الأعمال ناقصة أو برضو تبعدوا عن أي خلاف أو مواجهة ما بينكم وبين زملائكم بالعمل برضو في نفس اللحظة في منكم رح يهتم ببعض الأمور الصحية زي معالجات أو مراجعة طبيب أو أدوية أو يشعر ببعض التوعق اللي بشعر بأشياء غير اعتيادية في راجع الطبيب أما من ساعات العصر هنا بترغبوا في تعزيز شراكاتكم من ناحية إيجابية يعني تعزيز العلاقة ما بينكم بين الأزواج أو الأحبة ممكن يصير في بعض الأشخاص من برج الحمل يكون لهم ارتباط خلال هذا اليوم ولكن طاقتكم بتكون ضعيفة فعشان هيك ممكن تتعقد بعض الأمور أو تطرأ بعض البلبلة علجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذروا القطيعة والدعاوى القانونية لأنه خصمكم بيكون قوي وبرضو الحرقيل بتستفزك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بظل رغبتكم قوية جدا بالتقرب من الأحبة وإيجاد قاسم مشترك بجمعكم بأحباكم أو أبنائكم أو حتى على مستوى الترفيه والتجميل والاهتمام بالنفس الحيوية عالية الخيال خصب جدا عندكم يعني الأجواء بتدعمكم بشكل جيد ولكن ممكن يتسلى للكم شوي الإحباط أو سوء تفاهم ما بينك وبين الأحبة بدكوا تضبطوا عصابكم وبرضو في نفس اللحظة حاولوا قدر الإمكان إنه ما تدخلوا بأي مواجهات مع الأحبة مهما كانت الظروف الأجواء جميلة فلازم تستفيد منها ما تخلي أي شيء يعكر مزاجك أما من ساعات العصر فأهنا القمر بدو ينتقل للبيت السادس يعني الأجواء راح تركز على الوضع الصحي بيبدأ العمل بتراكم أكثر بتكونوا تنتبهون صحتكم بتتزامن الواجبات وبتصحبوا ممكن تضطر العمل وقت إضافي وعشان هيك برضو بدك تحاذر من بعض الأمور اللي لها علاقة بمشاحنات مع زملائكم بالعمل أو المشاكل الصحية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بيظل التركيز له علاقة بالبيت والعائلة معني اهتمامات عائلية بيتية مناسبات أفراح مشاكل خلافات أعطال ممكن يكون مشتريات ممكن يكون فرحة يعني أي شيء له علاقة بالبيت أو العائلة أو استئجار بيت أو المفاوضات لبيت هاي كلها بتظلها مسيطرة عليكم لغاية ساعات العصر ممكن تشعروا ببعض الحزن أو التعب أو شوية توتر القلق العصبية في بعض الأوقات أو يكون في بعض الأمور الطارئة لازم تحلوها بمنطق وعقل وبدون أي انفعالات من بعد ساعات العصر القمر رح ينتقل للبيت الخامس فهنا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات وبتقدر تلطف الأجواء لأنه الأجواء واعدة والعلاقات ممكن أنك تقدر ترجعها لطبيعتها يصير فيه مصالحات أو تقرب من الأحبة بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات ممكن تحل بعض المسائل العالقة أو اللي كانت مستحيلة وتعتبر هاي فترة إيجابية رح تعيش معها يومين ممتزا برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا رح يضل النشاط عندكم عالي جدا من الآن ولغاية ساعات العصر بالاتصالات والحوارات والنقاشات وقدرتكم على الإقناع سرعة البديهة بتنقذك بكثير من المواقف رح تهتم بأمور إلها علاقة إما بالسيارة أو تصليح ترميم أو شراء سيارة أو أشياء إلها علاقة بالأجهزة الإلكترونية برضو قدرتكم على التسويق اللي بيشتغلوا في مجال التسويق أو بدهم يسوقوا لسلعة معينة بالظل الأجواء مناسبة برضو الطلاب اللي على مقاعد الدراسي وخصوصا الإبتدائي والثانوي الأجواء ممتازة جدا عندهم بالنسبة للدراسي والامتحانات أهم شيء تنتبهوا من ردات فعلكم أنه ممكن في لحظات تفقد السيطرة على نفسك فتعصب فهذا الوضع بدك تسيطر عليه شوي أما من ساعات ما بعد العصر هنا بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ولكن بدكوا تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك وبرضو لا تفرض رأيك بتظل الأجواء فيها يعني خلال ساعات النهار للتنقلات والسفريات القصيرة وحتى الأمور اللي إلها علاقة بالاستثمار برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر موجود في بيت المال وبرضو هنا بيفتح لكم مجالات لما كاسب مالية بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم وأيضا بعض موليد برج الأسد ممكن يكون عليهم مطالبات مالية أو تظهر بعض المشاكل المالية اللي بتكون مأرقيتهم شوي فعشان يقدهم ينتبهوا يبعدوا عن أي شيء لعلاقة بالمنافسة المالية وما يتسرعوا بسرط فلوسهم ما تبذروا أموالكم وكونوا عاقلين ومتيقضين أيضا يبل ما تدائن حد فلوس ويبل ما توقع على عقد أما من ساعات ما بعد العصر فالأجواب تصير إيجابية وقوية جدا لأنه القمر رح ينتقل للبيت الثالث فهنا بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات الحوارات النقاشات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار ممكن تكثر النشاطات عندك على حسب أنت شو بتشتغل على حسب حق الإختصاصك إن كان بالتعليم بالسياقة بتشتغل بعسيارة ربك بيت كل واحد على حسب تخصصه بكون نشاطه بتكون فيه إلك لقاءات عديدة خلال هذا اليوم وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم إشي إنك ما تتردد بالتحرك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً القمر اليوم أفضل من يوم أمس بوجوده عندكم فعشان هيك اليوم تشعروا بثقة بالنفس أكثر فأكثر قدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكونوا مميزين بأداءكم الفترة واحدة اليوم عندكم بكثير من الأشياء النفسية ممتازة ثقاتكم بنفسكم ممتازة حتى رغبة الجنس الآخر بالتقرب منكم رح تكون ملفتة للنظر الطاقة جيدة نقدر نحكي من ساعات العصر هنا التركيز رح يصير على الميزانية على الأمور المالية ممكن تحصلوا بعض المكاسب المالية أو تفرج من بعض الجهات كمساعدات أو كرواتب إلها علاقة بعمل إضافي أو يجيك عمل إضافي ويتحصل مكاسب أهم إشي أنه تنتبه لضبط ميزانيتك ابعد عن المصاريف الزائدة كون معك معتدل وموضوعي برضو في النقاش والمساومة ممكن تهتم لبعض الأمور العائلية أو الأمور الشخصية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً ما زالت الأجواء ضاغطة لغاية ساعات العصر القمر ما زال موجود في بيت المتاعب بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم يعني حاولوا قدر الإمكان تمشوا الفترة هاي بشكل روتيني بدون انفعال دون عصبية أهم إشي أنكوا تهتموا بصحتكم بشكل أكبر يعني حاول قدر الإمكان ما تخلي الاكتئاب أو الحساسية أو ردات الفعل إنها تسيطر عليك لأنه في ساعات العصر خلاص القمر رح ينتقل ويوصل لعندك في الأجواء يعني بتتغير للأفضل صحتكم بتتحسن أكثر بتستعيد حماستك بتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة النجاح عندك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك فعشان هيك ما في داعي لأنك تتخذ قرارات وتندم عليها خصوصاً لغاية ساعات العصر من الصباح للعصر حاول قدر الإمكاني تمشي الأمور قد على جنبك شوي تحمل ما تعاند وما تعصب وبرضو ما تكتئب من ساعات العصر الأجواء بتصير لصالحك ولع في الدنيا ما تسالش برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بظل النشاط الإجتماعي هو اللي مسيطر على الوضع ممكن تلتقوا لأصدقاء ممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء بعض الأصدقاء ممكن اتصال حوار نقاش لقاء برضو ممكن تستشير أحد الأصدقاء بمسألة ما أو تلجع لصديق لمساعدتك في مسألة ما أو يكون مثلاً واسطلة إلك أو يدعمك بأمر ما أهم شيء إنه ما تفرض سلطتك على أصدقائك ما تحاول إنك تكون يعني شوي عصبي وحاد بالطباع وبرضو ما تتحسس من أي موقف من ساعات ما بعد العصر بدك تنتبه أكثر لصحتك لقراراتك لأنه القمر رح يدخل لبيت المتاعب فلا توقع على عقد ما تبدأ بعمل جديد هاي فترة فارغة من الحض حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء وما تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات لأنها رح تكون زيادة عن اللزوم يعني بمعنى آخر ابدأ بشكل روتيني من ساعات العصر خلي الأمور ماشي مثل ما هي ما تواجه الأمور وبرضو ما تتخذ أي إشي زي ما بحقوها حاسم أو قرار حاسم لا لا خلي الأمور ماشي لحالها لحد ما يتحرك القمر ويوصل لعندك بعديها الأجواء بتتغير برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعاً بتظل التركيز إلو علاقة بالعمل وعلاقاتكم مع المسؤولين والسمعة هاي أهم الأشياء لغاية ساعات العصر بتتركزوا عليها التزموا بعملكم حاولوا إنه ما تتغيّموا عن العمل خلوا علاقاتكم جيدة مع رؤسائكم بالعمل قوم بإنجاز أعمالك بشكل جيد حاول إنك برضو تحافظ على سمعتك ما تجازف ما تغامر ما تخالف القوانين ولا باستقرار وظيفتك بمخالفات أو إهمال عمل مكلائلك الأجواء ممكن إذا التزمت بهاي المعلومات إنه يعني بعديها الأجواء بتكون لصالحك ممكن إنه أنت يتحصل على ترقي أو تتريم أو ترفيع من ساعات ما بعد العصر طبعاً الأجواء بتصير إيجابية أكثر ممكن تلتقوا الأصدقاء بمكانكم تبادروا لملاقات الآخرين بيطمئن بالكم ممكن تجدوا حليف ينعم تصوراتكم يبتمشطوا اجتماعياً فممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء بعض الأصدقاء أهم شيء ما تستسلم وكرر المحاولات إنما زبطت معك في المرة الأولى بتزبط بالتانية إن شاء الله برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً التركيز رح يضل على السفر البعيد على الهجرة على الاتصالات البعيدة تعامل مع الأجانب الأمور اللي إلها علاقة بالفلسفة إلها علاقة بالدراسة إلها علاقة بالدين تنشطوا بالسفر والاتصالات والامتحانات الجامعية أهمي شنكو زي ما حكينا يوم أمس تكونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن واللي عنده سفر أو عنده سافر بالطيارة مثلاً يروح قبل الموعد يتفقد أمتعته يتفقد أوراقه بلاش يكون ناسي شيء الأجواء ما زالت قوية ودعملة إلك بقوة وقدرتك على الإقناع ممتازة حيوية فائضة عاطفتك ممتازة جداً يعني الأجواء بالضل جيدة أما من ساعات العصر فهنا القمر رح ينتقل لبيت السمعة فهنا بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الإجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهمش أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع صحيح أنه أنت مقبل على فترة فيها بعض القلق والتوتر ولكن يعني الأمور إن شاء الله بتكون لصالحة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً القمر موجود في البيت الثامن يعني التركيز برضو رح يضل على الأموال المشتركة اللي هي الأموال اللي معك شريك فيها اللي هو إن كان شريك مال أو شراكة تجارية أو الزوج والزوجة أموال مشتركة أو حتى أمور بنك وضريبة وتأمين فهاي كلها أموال مشتركة أهم شي أنه تركزوا بالفواتير والالتزامات المالية خففوا من النفقات ممكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم تكون شوي هيكة تحت المجهر زي مراجعات طبية أو زيارات طبية أو قلق عليهم أهم شي أنه حاول أنك تحل المسائل المالية بعقلانية وما تتهور ممكن تحصل على بعض المكاسب أو القروض أو إشي له علاقة بميراث الطالب فيه طبعاً هذا كله لغاية ساعات العصر وحاول أنك ما تهمل أي ملف أو أي قضية أو أوراق قانونية أما من ساعات العصر فالأجواء بتصير داعمة بقوة لأن القمر رح ينتقل للبيت التاسع فهنا بتنشغلوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة إلى القمر الأجانب بتصير فترة مناسب إلى إجراء مقابلة أو اجتياز امتحان وخصوصاً الامتحانات الجامعية بعد موليد برج الدلو ممكن يبدأوا عمل أو دراسة جديدة بتقدروا اليوم تناقشوا وخصوصاً من ساعات العصر بقوة وذكاة وتتجرؤوا على رفض أي شيء ما بيناسبكم أهم إشيء أنه ما تخشوا شيء بل ثقوا بأنفسكم أكثر وتعتبر هاي فترة مناسبة لاخد تجربة جديدة وأيضاً التنقلات بتكون ممتازة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً القمر ما زال موجود مقابلكم تماماً طاقة ضعيفة ولكن فيها إيجابياتها أنه بتركز على الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة شراكة مالية شراكة عاطفية تقارب مصالحة حل بعض المسائل ولكن شوي لأنه طاقتك ضعيفة فعصبيتك ممكن تكون شوي زيادة فهنا بدك تكون أكثر تفاهماً لوجهة نظر أي شخص ممكن يتكلم معك نصق بين مختلف الواجبات حاول أنك تحافظ على هدوءك بعد عن المشاكل والمواجهات قدر الإمكان لأنه أي كلمة أنت حساس جداً وأي كلمة ممكن تأثر فيك أي مواجهة رح تكون أنت الحلقة الأضعف عصبيتك برضو ما تنفعك أما من ساعات ما بعد الظهر هنا القمر رح ينتقل للبيت الثامن فبيصير التركيز على الأموال المشتركة اللي معك شريك فيها أهمش أنك ما تهمل صحتك الأجواء تصبح أكثر إيجابية من الأيام السابقة ممكن تلاقي أعمالك صدى طيب وبرضو لا تتكاسل وحاول أنك تسارع للعمل دون مماطلة ودون أعدار وابعد عن أنك تقرض أي حد فلوس أو تضمنه أو تكفله لأنه يعرف أنه ما رح يرجع لك إياهم أو رح يغلبك إذا بده يرجعهم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر